اشتركوا في القناة الحضرين يعني بسجأ الجمهور قاعد بيسمع بعض فبتبقى المسألة هي قاعد لإيه لحي يتونس كلنا عاديم بيجي يتونس بالعظيم طبعا احنا كنا في انتظار شاعر كبير مجاش لسه في الطريق لما ييجي ياخد طور الورد وزي وزي اي شاعر موجود احنا دايما نضحك باللي مني انا فاحنا حنسمع شاعر انا شخصيا بحبه جدا هو الشاعر احمد السجداد يا صابر ومبيش ايوب رح تبقى مين في الانبية ولا الصحابة المخلصين تبقى ابراهيم علشان نموك في المحرقة ولا تكون موسى الكليم علشان نفوق جوه الوطن ولا تكون ابن البتول علشان ما حلمك انصاب وتنادي نوح ما تلاقي راب سفنتك في كاملة العدد ولا عمرك هتكون زكريا وتنادي مريم في المحراب علشان الرزق تقيم الله وازاي هنا هتقيم العدد من بعد ما اثر ابن الخطاب وتنادي الهدهد وانت ما تعرفش لغاة وتقول للجن يجبلك عرش حبيبتك علشان ما تبدأ من جديد محتاج لمال عشرين قرون محتاج لحكمة ميت جوحة وإحمد ربق ان زمايل سجنك ما بيسألوش رح يقولوا ايه ومحدش قلل على حلم محتاج تفسير مانتاش وسين احسن يفتكروا انك يوسف يرموه في الجنة أرسم جاي فبالي انه ارسم فنان لو البورة اوفي بلاي يمكن حتى الطفل الجور فنان مجموع يرسم يرسم يلقى الدنيا في محتياج ظهر وردة شو عجيبة وطن أركم كل الجور دنيا قط ما روش أسواف ولا أسرار فنان مجموعه فنان مجموعه ينشى الطرد يرسم وطن تفل صغير ده كبالي نظر جايئة نظر جايئة ساعة الكور فنان مجموعه فنان مجموعه يأجي المية في رسم المدفع يحيي بيها كل الكور يرسم شجرة ونهر صغير يروى فينا شراعي خط فنان مجموعه فرشة وريشة تمدى الدنيا رعد وبرد غرب وشبب رسمة جديدة لدنيا سعيدة لحكة شبه تزيلكون تاخد قلب ورهوة إياها يرجع تالي ناس الدنيا وان سمعها اسمي ورسمي وصوت الدانا اللي هس الدنيا خاني رجل كوري فنان مجموعه فرشة وريشة وفحم وروق يرسل وشي ضب في ميته أو نحتايا في قلب حياته أهو شاعر أنا بحبه شخصيا عن مستوى الشخص وأنا حسب لكو بقى الحم عليك شاعر ورديني موردني في حكاة الخجل بتاعه دا مع صديقي بسولة خطرات مصارحة 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 فتاة تحب الهداد جضع الحبيب ورماه هدم دوها والحين نسع الفؤاد ورماه ضحك علي العدى في الريح والجاية وفضلت بعيده وقصد لما ينور مصارحة جالوا رحين على فن وقلت أنا ماشي أصل الحبيب مباع صباح اللبن ماشي والوالد يدبى الجوام والفل والريحين سألوا الحبيب عمليه وقلت لهم أنا ماشي ماشي يا أبو الشفايف كريز يا أبو الجوام لينا يا أبو الشفايف كريز يا أبو الجوام لينا جافل ببان المحبة ما نفرط ولا لينا نزلنا حرب الغرار مع هجرك سنين واثنين بدعنا صفر الإيدين لعلينا ولا لينا يا أبو الشفايف يا أبو الشفايف يا أبو الشفايف يا أبو الشفايف ما تزوديش بالجبر ولدك على آخر وإن كان كثير الظبر الصبر لك آخر لمح الفرص قرباج هاج وده من عذاب فآخر مسعة صياط الغدف خلاته جاب آخر ظهر القصات على باته من أوله آخره ليه يا البشر غدار حتى الجميل نعم فوق حدث الظحف والشجاوة الحلوة كانت شكل أحلام البراء كنت ترميل الشريطة ولما كنت رفع عيني لك اللي ممسكها بقيتية كنت تاني بتسحبيتك لسه فاكت ابتسمتك اللي معجونة شجاوة لك لما تعلم هزمتي وانتصاري لما كنت بسيطرفها كنت بشعر أني لينا جسم واحد نصه عندي ونصه عندي كنت بشعر أني لينا جلبه واحد جلب هايم عالشريطه يجري عندي لكن كنت خاف لو تفنتيها كيف تعيشي بعدها والجلب ده كان عالشريطة لما كنت أشعر بضعب تكن تخف الشد حبا لجل ما تعودي بسرعة الكملوكية ويبكتاني الجلب منك جلب هايم عالشريطة يجري عندي لما شد الطرف عندي يجري عندي لما كنت مزحب مرحبا لأستاذة فاطمة الشريطة فاطمة مرحبا بيتم جيدة قلت سأتكلم بليتاراني وسأقروا البصيدة يوفروا ما منها رموص لك تسلط ناكلية كل الخطوة ويضحية أولوك فاستريموا كلين كنا نقرأ وانا جلس ناكلين متاس ناكلين متاس ناكل ويطلع نفاية امرأة نفاية امرأة لقصيدة كتبت سنة 2001 وهي كلمة خجولة امرأة تحضر من نفسها للتهاب إلى الكوفير من امرأة تحضر من نفسها لتأخذ قفتها إلى ابنها السجل قامة بالتطاير تحتفي رحم عن التناسل يحتفي محرار شجن وفرح كيف تستقر قامة ونفايات فيها تعبت تتوالد عيوني خيرة أسئلة كلمات كلمات عنها زحفة الأحرف قل لي يمرأة قلبك نبع حضنك حضنك به الرب يحتفي جسمك بحر عليه أغار البر فاغسي دم العدوان وحبر الخرائط قلت عيدان عيدان صبر أراملة يطوت نشيدي صخور سخب أطفال على فغري أنت دحرجوا وأنت دحرجوا شعاب انتظار محتضر شعاب انتظار محتضر حول خاسرتي أنهار لوعة وجرحة هنا وهنا احنا عايزين نعمل قطع كده بس ونعيش شوية مع عمنا عبدالسطار سليم وهو وبعدين احنا هنرجعه تاني يعني احنا هنعمل ميكس كده مع بعضينا بحس ان المسألة متوشل لنا يعني يا مسألة خير في البداية أنا بشكل لحضراتكم يعني تفضلكم وأنا كنت في اشتياق فعلا يعني أرى هذه المجولة لأن في الناس كثيرين من فترة كبيرة ما شفتهمش فأنا يعني أخص بالشوف باتحاد الكلتاء ومشورة الشرع الأممية اللي هي اللي عليتني أن تقيم حضراتكم وده فعلا مكسب كبير من أسباعها يا ساكنة وداني يا ساكنة وداني وهج النهب لفني من عشق سواني يا مشرور الليل والكحل رباني يا مشرور الليل ضحكت عينيك يفرح يهوى ركوب الخير سبتك في يوم ما ابتليت جتلك في يوم من تهيت أملت ألقاكي أملت ألقاني من طولة الرحلة عيني سرقها النوم لما صحيت ما وجدت خلالي بيت فوق الجبل يمكن أبان ليهم لكن هطول المطر بتياه وقتاني غنيت أنا حزني والحزن غناني شوك الألم مفهوم خط الجلم مفهوم شوك الألم مفهوم خط الجلم مفهوم بس اللي مش مفهوم طيفك يا صمرة اللي راح مين اللي دلوا علي وداله عنواني مين اللي دلوا علي ملتاني 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 عد بالجوارح يا مالي فلعن دون تبيعة لموات قذب قد هالك والفرح صفر حادر غير المواجئ ما سبب أشتاق أن تبقى معي يا دفاتي إني معك قصيدة بإمان تجاوذاء عشر لا أحرف في العشق بعدك تكتر إلا اتقاد لواعج لا تنضب بين المفاصل صوت صرخ توقعي والفرق في سقف المواجئ يصلح هجلت في روط الغرام حبيبة من كل وجه في هواك يخطب وظمنت أنك أنت فيه فلم أجد إلا شبيباً بالتنافر يذهب ما أغنى الصور الجميلة أصلها والقلب منك وفي نواك يعذب رحمة يا كرس البعاد تجلدت روحي وروحي من شرابك تتعب أفدان عشق في الضروح أقمتها واليوم قصر من بعادك يطرب نسرين حبك في حدائق أعيني أفضان عشق ما لدونك تنجب فلي القيام على جدار توقعي ولك الجزار من عيون يتحلم أفضان عشق شكراً للمشاهدة في التواصل برنامى شكراً للمشاهدة شكرا